أعوذ بالله من الشيطون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فكانت هبا من بسا وكنتم مزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وبريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينذفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتغون وحور العين كأمثال لؤلء المكنون جزا بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما يا أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنا انشانهن إن شاء فاجعلناهن بكارا عربا أترابا ليصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما يا أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظل من يحنون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطعفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوصون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من ذقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شف الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفعيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نخل الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفعيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعل الله حطوما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفعيتم المال الذي تشرقون أأنتم أنزلتمه من المزليم نحن المنزلون ولو نشاء نجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفعيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مرهمون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنذرون ولحن أقرروا لي منكم ولكن لا تبسرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم